دعني يا مصر في منتهى السعادة طبعا لقرار الحكومة في العودة لسعر توريد أردب القمح كما كان في العام الماضي ربعمائة وعشرين جنيه وإلغاء قرارها الخاص بدعم هذا المحصول لكن الحقيقة فيه بعض النقاط استوقفتني يعني خلال اليومين اللي فاتوا بعد صدور هذا القرار أنا حابب أن أعرضها على حضراتكم النقطة الأولى بعد عودة الحكومة في قرارها السابق تناولت وسائل الإعلام المختلفة هذا القرار بشيء من الشماتة في الحكومة المصرية وطلت علينا الحقيقة بعض الصحف بمنشتات كبيرة وضخمة أوي يعني القمح أقوى من الحكومة يا رجالة ده كلام وبعدين كتيبة البرلمنيين تنجح في إفشال مخطط وزير التموين هو إيه يا جماعة هو إحنا في حرب أنا طبعا كمواطن مصر استحالة أكون سعيد أن القمح أو أي فئة من فئات الشعب المصر تكون أقوى من أنا أكون سعيد لما الحكومة المصرية تكون قوية فعلا طيب لما الحكومة المصرية رجعت في قرارها ده يدل على أنها حكومة قوية نعم يدل على أنها حكومة قوية وحكومة محترمة تشعر بمشاكل المواطن المصري لأن إحنا بنتكلم على قرار له تأثير سلبي على أكتر من خمسين مليون مواطن في مصر وهم فئة الفلاحين والمزارعين في مصر له تأثير سلبي على أهم محصول استراتيجي في مصر وهو القمح له تأثير سلبي على الاقتصاد القومي وعلى اتخاذ القرار السياسي لما الحكومة ترجع في قرارها ده يدل على أنها حكومة قوية فعلا حكومة قوية وانا عاوز أفكر حضراتكم أن الحكومات السابقة كانت بتاخد أي قرار يبقى ضد الشعب أو ضد فئة من الفئات والناس تتكلم وسائل الإعلام تتكلم والناس تقول اللي هي عاوزة تقوله ولكن في النهاية الحكومة تنفذ قرارها والمواطن يخبط رأسه في الحياة لكن الحكومة اللي تشعر بنبض المواطن دي حكومة محترمة لازم نحييها نحيي هذه الحكومة بقيادة المهندس المحترم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزر طبعا لأنه نفذ تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى السرعة النقطة التانية اللي هي اللي استوقفتني ليه إحنا ما بيبقاش فيه مشاركة مجتمعية للقرارات اللي اتخذها الحكومة علشان ما تحصلش الورطة دي مرة تانية يعني أي وزير أي محافظ ياخد قرار يمس مجموعة كبيرة من المواطنين المفروض ده شارك الناس دي اللي هم المعنيين بتطبيق هذا القرار أو هذا القانون واخد رأيهم وبعدين اخد القرار اللي فيه الصالح العام لهذا الوطن ارجو بعد كده ان كل مسؤول يعمل مشاركة مجتمعية ياخد رأي فئات الشعب المعنية بتنفيذ هذا القانون أو هذا القرار لأن طبعا انا مخبش عليكم القرار الخاص بدعم القمح ده كان قرار فيه مشكلة كبيرة جدا وعمل رابكة في جميع مدريات الزراع على مستوى الجمهورية وخدوا بالكم بقى لجان انعقدت وانفضت واخطابات رايحة وخطابات جاية وحصر للمساحات المنزارعة والملك والمستأجرين طب هنعمل مين مين اللي يستحق الدعم ده وتولده وانشغلت كل الاجهزة الادارية في مدريات الزراع خلال الشهرين اللي فاتوا أو الثلاثة شهر اللي فاتوا انشغال كبير جدا اعتقد ده يدخل تحت بند اهضار المال العام لانه ماشغل اجهزة الدولة وضيع وقتها في قرارات خاطئة وبعدين ارجع فيها طب ليه القرار ده خدناه من الاول يبقى احنا لو كنا عملنا مشاركة مجتمعية وخدنا رأي الناس وقعدنا مع الفلاحين والمستشارين وتأثير هذا القرار على الزراع المصرية على محصول على الاقتصاد القومي على القرار السياسي ما كانش القرار ده اتخذ انا عاوز الحقيقة طبعا حضراتكم عارفين القرار ده وزارة الزراع ملهاش علاقة به خالص لكن المعني بهذا القرار وزارة التموين لكن كنت اتمنى ان السيد وزير التموين يعني يتأنى شوية في اتخاذ هذا القرار لكن انا بطلب منه بقى يحاسب المستشارين او عزولوا باتخاذ هذا القرار لانهم عملوا رابكة في الجهاز الاداري للدول بالذات في وزارة الزراعة رابكة شديدة جدا شديدة جدا وعملت مشاكل كبيرة لكن طبعا كل الحكومة ترجع في قرارها زي ما قلت في البداية ده يدل على ان احنا عندنا حكومة محترمة حكومة قوية بجد وبعد الحكومة ما رجعت في قرارها وخدت القرار الصائب والسليم والعودة للقرار العام الماضي بان يكون سعر توريد اردب القمح ربماية وعشين جنيه طبعا طلعت كل الفئات والنقابات والاتحادات وكل اعلاميين ان هما بقى يعني ابطال هما السبب في عودة هذا القرار مفيش مانا مفيش مانا بس ما يبقاش في شماتة في الحكومة لازم نشكر الحكومة ان هي سمعت لنا على الاقل وانا عاوز افكر حضراتكم ان احنا في هذا البرنامج قلنا ان القرار ده قرار غير سليم ويمكن انا قلت بالحرف الواحد الحكومة لو استمرت على هذا القرار يبقى فيه حاجة غلط في الحكومة وقلت ايضا بالحرف الواحد لو ده تم تبقى الحكومة ماشي عكس الاتجاه قلت هذا الكلام لكن بصراحة كان عندي امل لغاية اخر لحظة حتى كان اهلين المزارعين لما كانوا يتصلوا بيا سواء كان من خلال البرنامج او يتصلوا بيا على تليفوناتي بصفة شخصية كنت دايما بطمنهم بقول لهم اطمنوا انا عندي امل في حلقة الاربعاء الماضي قلت هذا الكلام بالحرف عندي امل لغاية اخر لحظة بتدخل القيادة السياسية ويلغاء هذا القرار وفعلا دا تم وعلى فكرة احنا نقضنا هذا القرار بمنتهى القوة وبمنتهى الشجاعة من منطلق وطني بحت ومن اجل مصلحة المزارع المصري ومن اجل مصلحة وتقدم هذا الوطن رغم ان دي قناة تتبع وزارة الزراعة لكن ما طبلناش على الاطلاق لهذا القرار على الاطلاق ليه لان احنا فعلا بنمثل صوت الفلاحة احنا استحالة هنقول اي حاجة تخالف ضمرنا وتخالف الصالح العام اللي احنا على الال شايفينه صح من وجهة نظرنا وطبعا من وجهة نظر حضراتكم اعتقد كانت التليفونات المختلفة والمداخلات خلال الحلقات السابقة كانت كلها بتؤيد وجهة نظرنا واتكلمنا في هذا الموضوع قبل ما يكون فيه اصلا برلمان وقبل ما حد يتكلم في هذا الموضوع وده شيء الحقيقة يسعد قناة مصر الزراعية ويسعد برنامج صوت الفلاح بالدرجة الاولى مرة تانية ياريت الحكومة لا تقدم على اي قرار او اي قانون الا بعد منقشته منقشة متأنية وسماع الرأي الاخر وسماع الفئة المعنية بتنفيذ هذا القرار او هذا القانون لان احنا لسه بالامس القريب طبعا عدراتكم عارفين قانون الخدمة المدنية اللي مجلس النواب رفضه بالرغم اننا بصفة شخصية من المؤيدين لهذا القانون لانه هيعمل اصلاح اداري في الهيكل الاداري للدولة لانه لكن المشكلة ايه ان الناس مش عارفة حاجة عن القانون ما حصلش مشاركة مجتمعية وبالتالي الناس سلمت نفسها للشائعات المختلفة ومن الجهات المختلفة وكانت النتيجة ان مجلس النواب رفض هذا القانون وطبعا كان عنده حق لانه عنده ضغط من الدواير اللي بيمثلها يعني في النهاية طبعا ما زلت وكرر الشكر للحكومة المصرية الحكومة القوية اللي بتسمع لرأينا وبتستجيب لرأي المواطن وبصفة خاصة الفلاح المصري الفئة المحترمة التي تمثل اكتر من خمسين مليون احنا معاكم وبنمثلكم صوت الفلاح المصري ومش ممكن ابدا نتخلى عن مزارعينا في جميع المحافظات عودة بقى لحلقة اليوم احنا النهاردة هنتكلم عن يعني التعاون الزراعي الادارة المركزية للتعاون الزراعي وهي الجهة المختصة بالتعاونيات الزراعية التي تمثل جهاز الدولة في تقديم المعونة الفنية والمالية وتباشر سلطاتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات والجمعيات العامة على مستوى الجمهورية بجانب الاشراف على سير العمل بالقطاع التعاوني الزراعي وتباشر الادارة المركزية للتعاون الزراعي مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها ايضا تبقى للقرار الوزاري رقم 1350 لسنة 1997 تنقسم الادارة المركزية للتعاون الزراعي الى اربع ادارات عامة وهي الادارة العامة للتوجيه والتعاون والادارة العامة للمتابعة المالية والتعاونية والادارة العامة للتسويق وادارة اشؤون المالية والادارية بالاضافة الى المكتب الفني النهاردة هيكون معنا المسؤول الاول عن الادارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعي المهندس محمد عبدالله رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي عشان نفتح مع هذا الملف ونشوف الخدمات اللي بتقدمها الإدارة للجمعيات الزراعية ولكن بعد هذا الفاصل رحب بحضرتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وأرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة السيدة المهندس محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعية بوزارة الزراعة برحب بحاجة بش مهندس محمد الحقيقة أنا سعيد أني دايماً حاجت تكون معايا في هذا البرنامج واسمح لي في البداية أهنيك طبعاً بالقرار الجديد اللي طبعاً أصدرته وزارة المهندس شريف إسماعيل بالعودة للقرار السابق وسعر توريد الأمح 420 دليل يعني خليني أسأل حك في البداية يعني تأثير هذا القرار على سابتك بصفة شخصية وبعدين تأثيره على المزارعين أولاً أنا كنت سعيد لهذا القرار على أساس أن المزارع هياخد السعر العادل لأردب الأمح النقطة التانية طبعاً طبعاً عايزين المزارع ياخد السعر هي دي الفكرة يعني هي برضو الشغل الشغل للدولة كيفية وصول السعر العادل للمزارع فإحنا عندنا أكتر من حاجة عندنا مزارع له حيازة وعندنا مزارع مستأجر أرض وعندنا مزارع واضع يده على الأرض وعندنا أنواع كتير وعندنا مزارع خارج الزمان آه تمام وداخل الزمان وفي الأرض الصحراء وهنا تمام هدي جينات عامل مع استخدام أو تنفيذ القرار هنفذه مع مين فلو جهة هتقولها نفسي قرار مع صاحب الحيازة صاحب الحيازة ما بزرعش الأرض تمام دي نقطة فإذن الرجوع لهذا لكن برضو ليه نقطة لابد من وضع آلية وضوابط صارمة حتى يقوم المزارع أو الجمعية هو بتوريد الأمح المحلي بتوريد الأمح محلي حتى يحصل المزارع على السعب الذي أعلنته الحكومة ونشكر الحكومة على ذلك وهو 420 جنيه لسعر الأرتم يعني فعلا القرار اللي تم إلغاءه ده كان هيعمل مشاكل لا حصر عليها إحنا أحيانا يا جماعة للأسف شديد بنخلق أزمات لأنفسنا يعني بنعمل لنفسنا مشاكل وبعدين نحلها بس عموما الحمد لله اتحلت قبل فوات الأوان الموضوع ده اتحل فعلا قبل فوات الأوان وعلشان كده زي ما أنا قلت في المقدمة محمد به لازم نحترم هذه الحكومة لأن هي حكومة فعلا قوية على فكرة المسؤول اللي يرجع في قراره بعدما يقتنع أو يكتشف أنه هو قرار خاطئ ده من وجهة نظر الشخصية مسؤول قوي مسؤول محترم حضرتك تتفق معي أم لا؟ أتفق معك وحصلت في تسويق القطن لأنه لا خابة من استشار تسويق القطن أول ما طلع القرار توريد الأقطان للمحالك طب كل مزارع هياخد كيس أو كيسين قطن عشان يروح بهم المحلك فسعت الجمعية العامة لمنتج القطن وغيرت الوضع بأن يتم التعاقد مع الجمعية العامة لمنتج القطن والشرق القبض بحيث المزارع بيوصل القطن بتاعه لجمعيته والجمعية هي اللي بتقوم بتوريد هزي الأقطان للمحالك وبتقوم الجمعية بعد كده محاسبة المزارع على ثمن الأقطان فإذا نحن برضو ريحنا المزارع وفي نفس الوقت الجمعية قامت بضارها في نفس الوقت المزارع أخد سعر القطن بس مهم جدا أنا محمد بيبا بعد يزنك منقشة القرارات والقوانين قبل التفاصيل مع أصحاب القرارات مع أصحابها اللي هم المعنيين بالتنفيذ لكن أنا مش من عندي كده على طول أطلع قرار وأطلع قانون وبعدين الناس حتى ما أخدش رأيها أنا برضو ولا حتى أن أنا بدرس سلبيات وإيجابيات القرار على المدى البعيد من جميع النواحي ويمكن كان صاحب القرار في الأول أنه هو أن المزارع يأخذ الدعم وأيا كان التوريد يتم على حسب السوق العالم فبالتالي أي حاجة سلبيات هتحصل محدد كثيرا خلاص لأنه هو على السهر العالمي يعني كان وصوله للدعم لمستحقين في إيده وبعد كده لأن احنا كنا عارفين أو عارفين ومتأكدين في حاجات بتحصل أن التجار بتلم الأقمع حتى لو قلنا الأقمع المحلية مش هتكلم في أي حاجات سلبيات تانية التجار بتلم من المزارعين الأقمع في شوانهم في أراضيهم على أساس أن المزارع يدوبك العشرين الأرداب بتاعه والتلاتين الأرداب بيروح للتاجر بياخدهم بأقل من السعر المعلم وفي نفس الوقت بياخدهم بأكتر من الميزان ياخد الأرداب ببنى مية وخمسين ياخدهم مية خمسة وخمسين مية ستة وخمسين أي أن كان ويروح التاجر يسلم هذه المتاعه وهو ياخده الربع ومية وعشرين على درجة التقريق بس دا مش يحصل بقى خلاص المزارع هو اللي ورد بنفسه آه تاجر ما ياخدش هي دي النقطة هي دي اللي احنا عايزين يعني للمزارعين أهلا بيكو إن الدولة عمرها ما تنساكوا أبدا وإن المزارع فعلا في عقل وقلب الرئيس عفتاح السيسي أنا دايما لغاية آخر لحظة والله بشمانس محمد كنت بقول عندي أمل رغم إن بعض المزارعين الحقيقة كان أصابها اليأس قالك خلاص لأن احنا يعني اقتربنا من الحصار يعني فأقولك إزاي وكان بدأ بقى طلعت شائعات إنه في بعض الجمعيات أو البنوك في بعض المراكز صرفت وكذا وشائعات طبعا كلها مغرضة وأنا كنت بقول لهم بان في هذا الكلام تماما وكنت بقول طالما ما تمش صرف جنيه إن شاء الله عندي أمل في الرجوع في هذا القرار أنا أكتر من مرور على المحافظات كنت الكلمة اللي أعلنها كنت أقول عمر الدولة ما هتاخد من مزارع الأمح أقل من 420 ده يعتبر برضو نجاح القيادة السياسية ونجاح لحكومة المهندس شيري في اسماعي وده حقيقة لازم بقى وسائل الإعلام تقول هذا الكلام وتبرزه ما تبقاش يعني العملية احنا مش في إخناق يا جماعة مش في معركة ما فيش طرف انتصر على طرف لا 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 لكن طرف الحقيقة كان من القوة خدوا بالكم من القوة ومن الشجاعة إنه يرجع في قراره وده ما كناش بنشوفه في الحكومات السابقة ما تخلينا نتكلم بصراحة ما أنا زي ما نقولت الحكومات السابقة كانت ولا بيهمها رأي الناس المواطن ده يخبر دماغه في الحيط واللي هي عاوزة تعمله بتعمله طالما جميع أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة تعمل لصالح المواطن فإذا حتى لو اختلفوا لكن في النهاية لصالح المواطن فتعتبر حكومة ناجحة ودولة ناجحة وإن شاء الله للتقدم أحسن بإسلام إن شاء الله طيب نرجع بقى لملف الجمعيات والتعاون الزراعي يعني يا ريت حالك تقول لي آخر التطورات بالنسبة لتداول الأسماع ده في السوق لأن أعطاك حدرتك معني بهذا الملف وليك علاقة شبه مباشرة بشركات الأسمدة احنا يمكن النهاردة يمكن جات بظروفها تمام كان عندنا اللجنة التنسيقية للأسمدة الشركات بالكامل تمام بتعاني من عدم سحب المحافظات والمحافظات بتعاني من تكدس الأسمدة في مخزنة لدرجة اللي نحن أخدنا قرار النهاردة بتجهيز الكشفات والوضع على أساس أن الموسم الصيفة هيبدأ هو واحد ثلاثة بحيث نصرف شكرتين مقدما في واحد ثلاثة للموسم الصيفة احنا وصلنا للمرحلة دي أنا بقول النهاردة النهاردة إن حلاوة وضعها هذا القرار اتخذناه إن احنا كمية الجماعيات تجهز نفسها على أساس تبدأ من واحد ثلاثة تصرف شكرتين للمحاصيل الصيفية تحت الحساب لحين ما يتم الحصو يتم الزراعة ما ليه يا فندم ما بنشوفش الكلام ده ليه في وسائل الإعلام يعني وسائل الإعلام مختلفة ليه لا تشيد بهذه الإنجازات اللي بتعملها وزارة الزراعة هو كله بيدور على السلبيات كله ويريد المشكلة على الفكرة باشمانس محمد حتى لما بيلقوا سلبيات معينة يعني لا يظهروها في حجمها الطبيعي ولكن يضخموها قوي قوي يعني هقول السلبي ويعملوا مشاكل وإصارة في الرأي العام هدي إيجابيات هاي إيجابيات وصلنا للمرحلة إن الشركات الأسمدة بتشتكي عندها تكدس وإن المدريات عندها تكدس وإن المزارع يعني ما هو شايف الحاجة قدامه شايف الحاجة وده مش عاوز يروح ياخد الأسماء وإن إحنا بيفكروا في صرف النسبة أو جزء من الموسم الصيفي مقدما إيه ده؟ إيه ده؟ ده إنجاز هو ده مش إنجاز للحكومة هو ده مش إنجاز للقيادة السياسية فين الإعلام؟ فين البرامج المختلفة؟ والله ما بنافق حد لكن يا جماعة خلينا نقول الحقيقة لما كان فيه مشكلة وكان القرار القرار السابق بتاع دعم الأمح قلنا غالط واتكلمنا ولما بيبقى فيه إيجابيات بنتكلم عليها لازم هو ده الإعلام الحقيقة إعلام المنضبط اللي بيسعى فقط لمصلحة هذا الوطن والنقطة التانية برضو تعتبر سلبية لنتيجة التكدس الأسمية إن الجماعيات بتعاني من ارتفاع نسبة الفوائد على التأخير معنده هاش تصرف عملالها مشكلة عملالها مديونية طبعا فبالتالي فيه فوائد عليه فبرضو في اللجمة إن احنا بناشب معالي وزير الزراعة نحن بنرفع له مذكرة لأن الفترة بدأ ما تكون 15 يوم تكون شهر عشان تدي متاح للجماعيات عشان المديونيات دي تمام برضو النهاردة دي اتخذنا تمام فأيا كان وضع اليد النهاردة المقنن وضع المقنن وضعه بيعمل معينة وبيسرف السمات تمام بتروح أرض الطرح النهر جميع المزارع اللي خاصة بكوات المسلحة أو الجيش أو الشرطة أو المزارع السمون يعني وضع اليد ممكن يصرف المقنن وضع المقنن وضع تمام لا فيه لا فيه تقنين لا فيه تقنين وانا اتمنى بقى بالمناسبة الحكومة تستجيب للموضوع موضوع التقنين ده يعني لا فيه تقنين يعني الأرض دي تابع الهيئة تابع المحافظة راح قدم أوراق فيه تعامل ما بين ايه تعملت مساحة تعملت فيه إجراءات مبين وبين جهة ساقض بين جهة الولايات لكن ما يبقاش واحد كده مختص بأرض ومش عاليف يقولك لا ده أرضي ومش عاليف يقولك لا ده أرضي لي بقى ما تختصبش أرض ومختصب مية ويبقى عايز سماد كزا لكن اللي هو قدم طلبات قدم طلبات ونفع ألف جنيه علشان لجنة تطلع وتعاين وتحدد السعر ده من حقا طب ناخد بنا بقى السادة وكلاء الوزارة الكلام ده يتنفذ وعندنا فائد في الأسمدة ما نمسكش بقى وبعام في النهاية أنا بدعم الزرع يا باشمونس محمد وإزاك محصول الأمن احنا يمكن كنا قبل كده بينقول المية في المية للمحاصيل الاستراتيجية وخمسين وستين على حسب المتاح للخضر كله مية في المية كل حتى البستين والحضائق احنا كنا بنصرف لها خمسين في المية في الشتاء ومية في الصيف قلنا اديلهم المية في الشتاء عشان كميات الأسمدة وكده كده هو مش هيجيلك في الصيف لأنه هو مقرر واحد كل ده حصل في الأسمدة وعشان الجماعات تتخلص من المخزون وعشان المخزون يتحر كل ده حصل في الأسمدة يعني حضرتك دي اخبار اللي انت بقولها حضرتك يعني اخبار الحقيقة اخبار ممتازة جدا واخبار مباشرة بتدل على ان فعلا فيه طفرة كبيرة في موضوع الاسمدة وما عندناش اي مشاكل على الاطلاق في موضوع الاسمدة وده انجاز ده انجاز يحسب لوزارة الزراعة انجاز يحسب للحكومة لازم نوضحه لناس طيب نتكلم بقى يا بشمانس محمد الحقيقة يعني حقيقة ما تردد عن استلاء الادارة المركزية للتعاون الزراعي على ارباح الجمعيات الكلام ده يعني عاوز حاجة توضحه لانه انا بصراحة حابب ارد على وسائل الاعلام المختلفة علشان نقول حقيقة ونشوف حقيقة ما يصار ايه اولا الادارة المركزية للتعاون الزراعي هي الجهة الاشرافية على الجمعيات التعاونية الزراعية اللي هي على اكثر من المحافظة اللي هي على مستوى الجمهورية ويمثلها في كل محافظة مديرية التعاون تمام هي الجهة الاشرافية على الجمعيات التعاونية في داخل نطاق المحافظة نيجي بقى للنقطة اللي ساتف بتقولها لو نتكلم على الإدارة المركزية عموما أو أرد عن نقطة دي الأول بتاعة الحوابس في عندنا المادة 42 من لايحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي تمام المادة 42 من اللايحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي 122 وتعديلاته في حاجة اسمها توزيعات أرباح المشروعات توزيعات أرباح ده في القانون توزيعات أرباح المشروعات في 30% من أرباح المشروعات التي تمتلكها الجمعيات لها توزيع في القانون 15% لأعضاء مجالس الإدارة ولا عاملين بالمشروع يعني جمعية الماء عندها مشروع انتاج تقاوي تسمين دواجن 15% عضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعية هو فاندم مش مجالس الإدارات دي تعتبر عمل تطوعي لا هو القانون قنون لهم أنه هم نتيجة عزم مشروع تمام ياخدوا أرباح طيب ياخد أرباحها هل الـ 30% الـ 15% هل تقول عليها دي متوزعة؟ لا 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 بتطوعي نقطة هم 30% من الأرباح للمشروع مش على مستوى الجمهورية من المشروع يعني عنده مشروع بيطلع منه 30% 15% لأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالمشروع ما فيه اللي هم أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعية والعاملين بالمشروع كل دول بيديروا المشروع طيب يا فاندم معلش يعني الموطنون ما أنا هكمل طيب اتفضل اللي هو القانون تمام؟ تفضل 7% للعاملين بإدارة التعاون بالمحافظة اللي تابع لها المشروع و4% للعاملين بمديرية الزراع بالمحافظة و4% للإدارة المركزية للتعاون الزراعي تمام؟ أنا يخصين يعني 4% أه يخصين لا 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 وأكمل بقى نقطة وأكمل نقطة 4% بتيجي بشيكات باسم الإدارة المركزية للتعاون الزراعي يتم إدحها بموازنة وزارة الزراع بموازنة الوزارة بموازنة وزارة الزراع لحساب أرباح الإدارة المركزية تروح وزارة المالية تمام؟ تمام؟ وبيتاخد من وزارة المالية من هذا المبلغ 10% للدولة كالعادة زي كل حاجة بتروح وزارة المالية تاخد 10% وعشان نصرف منها أي يوم كفى لازم ناخد موافقة من وزارة المالية وتيجي للموازنة يعني الموضوع مش تحت إيدك خارج لا لا تيجي الموازنة لا لا وتيجي الموازنة وتطلع منها اختصاص وارتباط من الموازنة بوزارة الزراع بس ده من اللي أنا حبيتها ربها ليه ودي حسابات وأي واحد عايزي يكفيها والحسابات ويروح الموازنة هناك في الحسابات في وزارة الزراع وشوف الشكات ما ليه الموازنة والعناوين الكبيرة تمام؟ ما ليه كده يا جماعة؟ يعني فنفسي يعني معلش يعني في التعبير طيب خليني أرجع معلش خليني أرجع مرة تانية للخمستاشر في المئة اللي بصرفها مجلس الإدارة والعاملين ده فقال ما أنا نفسي دي تكون برضو معروفة بشمانس محمد عصانا ممكن أنا كمجلس إدارة أنا هاخد 12% أنا هاخد 12% والتلاتة في المئة هعمله هيبقوا مخصصين للعاملين في الجمعية والعاملين في المشهور هل ده عاد أنا كنت أقسم 15% وأنا كنت أتمنى عضاء مجلس الإدارة ما ياخدوش خالص أربعة يعني عضاء مجلس إدارة ده في أي حاجة في أي مكان في أي نادي في أي جمعية المفروض ده عمل تطوعي يا دكتور حارت تمام؟ نحن تعودنا طالما مشروع ناجح وبيحفزه لأ أنا عايزه ينجحه أكتر ويتحفزه أكتر أنا بقولها كده يعني النهاردة مثلا إحنا عندنا مدير جمعية أيا كان أيا كان الجمعية نوعية ما ممكن الجمعية تتعاقد معها على سين مبلغ عشرة أيا كان وبيدخل للجمعية 100 لا يا عام ادي له 15 بس ادخل للجمعية 200 ادي له 20 بس ادخل للجمعية 500 لا أنا عايز الراجل النشيط اللي همش يقضي خدمة أعضاءه وينجح الجمعية وياخد بس قانونة هو طبعا المشكلة إن ده قانوني يعني حتى لو حضرتك هتقدر تتكلم فيه أنا قلته بالتفصيل وقلت المادة واللايح التنفيذية وكل واحد يرجع للمادة طيب السؤال بالطريقة أخرى قال حضرتك شايف إن القانون ده عادل ولا محتاج أو تعديل بأمانة جديدة يمكن أنا وممكن حضرتك وهجيب لحضرتك أنا عملته مقترح لتعديل قانون التعاون الزراعي بالكمل القانون كله للقانون كله المادة والمادة بعد التعديل وسبب التعديل إيه فمش عايز أكلم فيه وأجيبه لحضرتك ممكن تقعد إيه إن شاء الله تدرس فيه كده وممكن المواد اللي إيه ممكن إيه نصير حساب طبعا ده برضه كلام كويس يعني برضه يعني بخبرتك ورؤيتك للتعاون الزراعي كويس إن حالك عملت هذا الكده لإن فيه نقطة أساسية إحنا عندنا جمعيات زمامها 200 فدان و250 فدان حل ده كيان اقتصادي يقدر يقدر يقد خدمة لأعضاء لا طبعا على الرغم من القانون 750 بس ده سلطة للسادة المحافظين للظروف الأمنية أو أيا كان إنها يتقل عن 750 إحنا شيرنا العملية أنا كمقترح أنا بأتكلم كمقترح راجل يعني خبرتك طبعا ده لسه هترد على مجلس النور آه لا أنا أبقى حط كمقترح تمام؟ إن ما تقل الزمام الجامعية عن 1500 فدان عشان يبقى كيان اقتصادي قوي وعادي ونسيب الجامعات بمخازنها لكنها أماكن مخازن قريبا من المزارع لكن تبقى كلها كاعة كيان واحد ومجلس إدارة واحدة في أكتر من جامعية موجودة في القرية الوحدة جامعية متعددة الأغراض طبعا هي متعددة الأغراض جامعية السر وحيوانية جامعية الخضر وفاكهة طبعا هي متعددة الأغراض ممكن تقوم بكل ده إيه الداعي لإنشاء جامعيات أكثر من جامعية على مستوى القرية برضو حطناها في مقترح القانون إن دي كن في عندنا بقى حاجة تانية نبقى إيه نيجي أما يجي وقتها دي شغلان يعني اسمح لي من خلال كلام حضرتك واضح إنه الإدارة المركزية للتعاون الزراعي هي اللي بتستفيد من الجامعيات بدليلنا هي بتاخد 4% من الأرباح لكن إيه الخدمات بقى اللي بتؤديها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي للجامعيات ما هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه النقطة بقى الأساسية أولا جميع النظم الداخلية وعقود التأسيس بتبقى من الإدارة المركزية يعني أي واحد عايز يعدل نظام الداخلي بتاعهم وعادل التأسيس بتاعهم عن طريق الإدارة المركزية وتملي مع كل تعديل يعني يعمل إيه؟ تمام؟ يأخذ من عندنا النموذج اللي بيتم عليها الوضع وأي تعديلات في القانون احنا بنعدل هذا النموذج بناءنا على التعديلات اللي تصبح في القانون تمام بتقر لكن يعني أنا لو عاوز أغير اللقيحة الداخلية الجامعية اللي أنا فيها ممكن نعمل جامعية عمومية غير عمومية غير عمومية سليم واخد موافقة خلاص سليم إيه داخلي بقى الإدارة المركزية للتعديل ممكن يكون هذا التعديل تمام؟ على غير القانون آه يعترض مع قوات التعاون آه فمراجعتنا له عشان يقول له ينشر ونقول له أوكي ينشر وإلا تمام ما تعتبرش إيه لأن احنا برضو عايزين للجامعيات كلها على مستوى الجمهورية لكن أعطب لهم الخمس تلاف جامعية دول إن أي قرار يتخذه يكون تبقى للقانون آه بس بس فحنا المرجع تمام لجميع الجامعيات على مستوى الجمهورية بس ضرورة بشمانس محمد موافقة الجمعية العمومية ده هو وافق هنا تقف طيب ما تنفعش دي نقطة النقطة التانية مرورنا على الجامعيات لهم تبعيتهم واشرفهم والتوجيه ليهم أنا للعلم أنا كنت في الإسماعيلية قبل كده كنت في سهاج في البحيرة في المينيا أنا بليف بقعد مع أعضاء مجالس إدارات الجامعيات لتوضيح القانون ليه تسويق المحاصيل إزاي الجامعيات مع بعض إزاي جامعيات تقوم بتسويق محاصيلها إزاي الجامعيات تقوم بتوفير مستلزمات الانتاج لهم وإزاي يقوم مجالس الإدارة بتوفير مستلزمات الانتاج من الجهات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط اللي المفروض تخش تجيب منتجاتها ما هو مش الجامعية مش أي منتج لأي شركة يخش الجامعية ليه مواصفات وليه شروط وليه انضباط معين عشان يخش الجامعية طبعا لدرجة إن احنا عندنا بعض الجهات رفضنا إنها تجيب تقاوي إلا ما تخش مخزن الجامعية وتسجل في سجل 44 جامعية اللي هو سجل المخزن يعني ممكن أيا كان مجالس الاستشارية أيا كان بتجيب منتج ولا الحق طالما هيتم توزيعها من طريق الجامعات التعوانية تخش في سجلات الجامعات التعوانية الزراعية عشان ما يجي مزارع يشتكي نبقى احنا عارفين دي جايبها منين والجامعية جايبها منين وهل الجامعية ما وفقت على هذا الوضع شافت الشروط والمخصفات المفروض ايه تتوفر في هذا المنتج ولا لا ولا جابته كده عشان يكون وضعا كل ده من الإدارة المركزية ضروري كمان يكون هزا المنتج واخد تصريح من وزارة الزراع ما من جميع يعني بنشي جميع مدى لجنة المخصبات طيب ده ما هو جميع الشروط من خلص الأراضي التسجيل بنشيج بنشيج المبيدات لجنة مبيدات كله كله ده أولا التسجيل يعني ما اضعش مرخص بيه من وزارة الزراع كزا من الأراضي والمياه ايه له سجل مبيعات له حق البيئة له حق الاتقاء كل ده وبتواريخه لازم تكون ايه صالحة اللي في الصباح يكون عنده هزيه المواصفات كلها وإلى ما يدخلش هزا المنتج تمام فكل ده الادارة المركزية تمام الحياة ما هو الكلام ده كمان مهم بشمانس محمد عشان يمنع الحياة أي تلاعب يعني أنا مش كمجلس إدارة مش من حياة أجيب أي حاجة وباحها واكسب وحط تجيب لازم يكون من خلال سجلات منضبطة عشان يبعارفين اللي دخل واتباع الزاي وكده يعني وعشان يبقى فيه سيطرة على على هذه المنتجات بنقول التنمية الزراعية المستدامة ومال الجامعة يا فندم اللي هي معلش اللي بيجيب بطاطينه وبتجازاته والكلام ده يعني هل ده صح لا زي اللي هو عنده رأس مال وحطه وديعة ده يمكن مثلا ها وبيشغل في منطق لا لا من هكامل بسه دكتور عام تمام واحد عنده رأس مال حطه وديعة عمره احد مال ده ما اعتبرش خالص تمام واحدتين يقولك طب هل الشغل هو في كزا انا ما عنديش معنى انا بقولها بس شرط هل انت استوفيت جميع اختصاصات الجامعية وبالتالي لان انا هقول لحضرتك نمازج الوقتي موجود وبالتالي بتشوف خدمة تانية تقضية للجامعية لان انا عندي الجامعية عبارة عن وحدة اقتصادية اجتماعية واحدة اقتصادية اجتماعية ده القانون اللي قال كده تهدف لا دي محتاجة توضيح دي اه تمام تهم الجامعية اقتصادية ماشي اجتماعية لا 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 الجامعية التعاونية الزرعية هي وحدة اقتصادية واجتماعية تهدف لخدمة أعضاء وتنمية مستوى دخلهم والتنمية في منطقة عملهم حال التنمية في منطقة عمله له زراعة واس لا ده ممكن يخط معي ممكن يعمل مركز صح بس لابد يكون النشاط الأساسي الذي أنشأ من أجله وهو توفير مستلزمات الانتاج مع تسويق منتجات أعضاءه طب أنا عندي وفرة بعمل قاعد صالة أفراح موجودة عندي مستودع بوتجاز موجود عندي فروع منزلية موجود عندي موازين بسكول موجودة عندي حاجات كتيرة موجودة عندي سوبر ماركات موجودة عندي مخبز موجود طيب السيطرة من ناحية المالية بشمونس محمد على كل هذه الموضوعات كل هذه أنشطة ومشروعات عندنا بقى نقطة عشان ايه نوضحها في الحتة دي الجمعية فيها نشاطين نشاط خدمي ونشاط اللي نحن بنحطه تحت المشروع اللي بيتم عليه اللي احنا قلنا عليه الجزء الأولاني أرباح المشروعات هذا المشروع بيبقى له مجلس إدارة بتديره بيبقى مسؤول تحت حساب مجلس إدارة الجمعية يعني مجلس إدارة الجمعية بيعين مجلس إدارة للمشروع ده هو اللي بيديره هو اللي بيحسبه يعني مجلس إدارة الجمعية بيحسب مجلس الإدارة اللي بيديره أما نشاط الجمعية كنشاط خدمي جابت مستلزمات انتاج تقاو معينة مبيدات معينة أستكمل هذه النقطة محمد بيبعد إذنك لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل وأرحب مرة أخرى أيضاً بضيف وضيفكم في هذه الحلقة سيد المهندس محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لتعاون الزراعة ووزارة الزراعة أرحب بحك مرة أخرى باش مهندس محمد أهلاً بيكوه يعني خلقنا نستكمل استكمال يعني أنشطة الجمعيات فعندنا الجمعيات التعاونية فيها نشاطين إما نشاط خدمي أو مشروع المشروع ده اللي بيتم عليه عن موضوع توزيعات الأرباح زي ما أنا قلت في بداية الحلقة اللي بيتم منها كانت أما النشاط الخدمي فهذا نشاط وليس يتم عليه أي توزيعات أرباح فنشاط بيؤدى زي إيه توفير مستلزمات الإنتاج من أسميدة ومن بداية من كذا من أي أن كان أو تسويق منتجات الأعضاء هنيجي بس للجمعيات عشان نقطة البطاطين زي ما حضرتك قلت وكذا كمان أنا عندي جمعيات يعني أنا بس هدف من سؤال يا محمد بي أن أنا أوضح للمشاهدين لأن دي برضو تساؤلات والصفصارات يعني بالجيل من أهلنا المزارعين عشان نوضح لهم برضو يعني عندنا جمعية وأمش هذكر الاسم والناس كلها تعرفها وفي الغربية تمام عنده وحدتين إنتاج تقاوي عنده معصارة زيوت في الجمعية؟ في الجمعية عنده مجففة تمام الرطوبة للدرة عنده مضرب رز رز شعير بيتبيض بيتعامل بيتعبى من كيلو حتى 25 كيلو ده مش جمعية دي مؤسسة بقى تمام عنده مخبز عنده سوبر ماركت عنده معرة آلات زراعية تمام بيسوى جميع الحاصلات وخصوصا للستراتيجية القطن بيسوىه لحساب أعضاء حتى يتم حلقه وغزله وبيصدر غزول ادي جمعية فعمل صالة أفراح اقوله ليه؟ لا دي مؤسسة دي مش جمعية تمام فعلى هذا الوضع مؤسسة كبيرة يعني وأنشطتها متعددة عندي جمعيات كتيرة بهذا الوضع جمعيات كتيرة بالوضع ده؟ بالوضع ده عندي جمعيات بتنتج جبنة بتنتج عسد بتنتج كذا في المانيا وفيها إنتاج وحدة إنتاج تقاون عندي جمعيات بهذا الوضع فما يكون عندي جمعيات ويقضي خدمة اجتماعية لأعضاءه توفير تمام سلع الفروق المنزلية هدوات المدرسية ما فيش مشكلة هدوات منزلية احنا كلنا بالنادي ولسه بالنادي جميع الجمعيات وانا بقولها من منبرك من هنا من قناتك الموقرة ارجو من جميع الجمعيات توفير توفير اي منافس لتوفير السلع لجميع المزارعين بأسعار تقل عن أسعار السوق من 20 ل 30 في المنزلية بما فيها حتى لو وصلت إن انتم امكانياتك جبلهم أجهزة هتقولهم أجهزة وبأرخص من السوق يعني طالما هو بيقضي جميع أنشطة وممكن يوفر لأعضاءه السلع والمنتجات اهلا وسهلا بي لكن ما يكونش اختصاصه فقط للسلع والمنتجات تمام ده بجانب عمله تمام تمام دي نقطة نيجي للإدارة المركزية للتعاون الزراعي عبارة عن ثلاث إدارات عامة وإدارة الشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ويتبع مباشرة إدارة الشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني نيجي للثلاث إدارات العامة في الإدارة العامة للتسويق ودي يتبعها ثلاث إدارات إدارة المحاصيل الحقلية وإدارة الخضر والفكهة وإدارة السروة الحيوانية ودي بتتعامل مع جميع المحافظات أولا حضور اجتماعات مجالس إدارات الجمعيات العامة على مستوى الجمهورية تمام الجمعيات العامة احنا عندنا 13 جمعية عامة جمعية عامة متعددة الأغراض وهي الجمعية العامة للإتمان وعندنا 12 جمعية عامة متخصصة الجمعية العامة لمنتج الأصب الجمعية العامة لمنتج بنجر السكر والجمعية العامة لمنتج القط والجمعية العامة لمنتج المحاصيل الزيتية والجمعية العامة للبصل والتوم والجمعية العامة للسرع الحيوانية والجمعية العامة لمنتج البطاطس والجمعية العامة للخضر والفكهة والجمعية العامة المتحدة المحاصيل البستانية مش عارف سيكون تنسي المهم إيه 13 جمعية 12 متخصصة والجمعية العامة للكتان 12 متخصصة وحدة جمعية عامة أولا جميع الإدارات إدارات الإدارة العامة للمتابعة المالية والتعاونية والإدارة العامة للتسويق بيحضروا اجتماعات محاضر مجالس إدارات الجمعيات ودي بتبقى كل شهر زائد الإدارة العامة المتابعة المالية والتعاونية بتتابع أنشطة هذه الجمعيات من ناحية القانونية والمالية تمام وهذه الجمعيات بيتم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات أنا كنت لسا أسأل بقى على الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الجمعيات بيتم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وفي تنصيق ما بيننا وأي ملاحظات بيبعتها لأسيد وكيل وزارة الجهاز المركزي المحاسبات بيبعتها لأسيد وكيل وزارة الجهاز المركزي المحاسبات بيتم مخبط الجامعية لتعديل وتلافي هذه الملاحظات وإلا بيتم إهدار الجامعية العمومية لاعتماد الميزانية يعني فيه ميزانية كل سنة بشمونة محمد وحساب ختامي وبيحضرها الجهاز المركزي وإن لم يتم تلافي وتطبيق وتعديلات كل ملاحظات الجهاز المركزي والجهة الإدارية لإدارة المركزية لم يتم اعتماد أي ميزانية لأي جامعية طب موقف مجلس إهدارة أي بقى في الحالة دي يعتمد لازم لأن لابد حتى بعد الجامعية العمومية وتروح له هذه لن اعتراض على كذا واعتراض على كذا والاعتراض على كذا تبقى للجهة الإدارية وطبقى للجهاز المركزي إن ما تمش تعديل يتم إهدار الميزانية ولا يتم اعتمادها يتم التعديل يتم اعتماد الميزانية فلن يتم اعتماد ميزانية لأي جامعية عامة إلا بعد ما يكون مستوفية وتم مراجعتها من جهاز المركزي والجهة الإدارية تمام تمام يعني إذن فيه ضوابط صارمة على الجامعيات وعلى مجالس الإدارات يعني أعتقد بالصورة اللي حضرك بتقولها دي اتلاعب صعب بل سيادتك إن شاء الله إحنا عندنا الوقت الجامعيات العمومية بدأت إنها تبدأ يعني وإيه وإقرار وجهاز المركزي موجود إن شاء الله أبعث لسيادتك جدول بموعيد انعقاد الجامعيات العمومية للجامعات العامة وهنا بطاقة في نادي الزراعيين هنا في الطاعة بعد تمام وتروح الكاميرا بتاعة حضراتكم وتحضر وتشوف المناقشات وتشوف الجهاز المركزي فيعمل إيه والجهة الإدارية بتعمل إيه وتحضروا هذا الوضع وتصوروا هذا الوضع إن شاء الله ما عندناش أي معنى إن شاء الله بإذن الله طيب يعني الأنشطة الأخرى بقى خلاف يعني الحاج ذكرته هل فيه أنشطة شايف إن هي يعني الجامعيات فعلا أو بعض الجامعيات مميزة فيها أو إيه المشاكل اللي حضراتك شايف إن هي موجودة في بعض الجامعيات ولازم يتم تلافيها أولا اللي أنا بناشده لجامعي المزارعين أعضاء الجامعيات المعمومية أختيار في الانتخابات دي بقى لسه دي لسه أنا ستطرق لها لأنه دي نقطة مهمة جدا أنا أقول لحضرتك هوا إحنا جاينا الدورة 16-21 وهتبدأ الانتخابات وإحنا بدأنا نعدل لإيه ونشوف برضو بنستطلع آراء وملاحظات عشان الناس يعرفوا إن أنا قبل بمتطلع قرار وزارة بالانتخابات بعتنا منشور دوري لجميع المحافظات آراءكم وملاحظاتكم حتى يتم استصدار قرار الوزارة بالانتخابات الدورة 16-21 فأرجو أرجو من سادة إخوان المزارعين اختيار وانتخاب أعضاء مجالس إدارة قوية تقدر أو تقوم على خدمتهم ونشاطهم يمكن أنا ما بنزل في أي حتى وكن ده توجوهي لجميع أعضاء مجالس الإدارات الجماعية ويمكن النقطة الأساسية اللي هما بيتكلموا فيها ويمكن تسويق المنتجات هذه نقطة مهمة جدا النهاردة عندنا 27 محافظة على الأقل في جميع المحافظات فيها جمعة فيها مدينة جماعية فيها مستشفيات فيها فنادق تمام؟ إيه دور الجمعيات في توريد المنتجات الزراعية لهذه الأماكن؟ فين؟ المتعاهد اللي هو بيورد للمدينة الجماعية أو للفنادق أو للمستشفيات ما هو بيجي ياخد من المزارعين؟ ليه فين دور مجلس الإدارة أن يقوم بهذا الوضع؟ يحرك مدير جماعية أنه هو يقوم يتعاقد مع عزيه الجهات بحيث أنه هو يتم ويقتع الوسطاء اللي في النص يبقى منتج المزارع ليه المستهلك مباشرة؟ يبقى حصل على سعر عادل للمزارع بتاعه وبالتالي سعر عادل بـ جماعية هتكون رحيمة بالمزارع طبعا؟ والجماعية هتكون رحيمة لأن الجمعية بتسوق اللي حساب أعضاؤها طبعا أو نيابة أنا لأعضاؤها طبعا فين النقطة دي؟ إحنا عايزين دي؟ قبل ما نفكر أقول أنا أطلع برا؟ طب ما نسوق دي؟ مين؟ مين بيقوم بهذا الوضع؟ نفسنا نتلاقي مجالس الإدارة اللي يقوم بهذا الوضع مثال وهقوله ما حدش يزعل مني وأنا أشجعه الحج محمود الشزلي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالوادي الجديد هو اللي بيسوى البلح للوادي الجديد أنا رحت للوادي الجديد شفته مصنعين البلح الموجودين واحد في الخارجة واحد في الدخلة ما شاء الله تشغيل عمالة هناك تمام؟ جميع أنواع البلح بجميع أصنافه إحنا بنشوف هنا علبة البلح اللي مكتوبة علىها الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالوادي الجديد لكن رحنا هناك شفنا ده تعمل إزاي؟ بيسوأوا لقوات المسلحة بيسوأوا للجماعات الاستهلاكية بيسوأوا لجميع المعارض بيسوأوا للخارج فإحنا عايزين نفس الواد يعني بيصدر كمان بيصدر تمام؟ ما عايزين هذا الواد هي دين نقطة تمام؟ يعني معلش معلش يا دكتور ما ندورش على السلبيات بس يا جماعة إيجابيات جمعيات تعاونية نكحة نكحة فعلا متأدي خدمات يعني باشمونس محمد بيكلم على جمعية في الغربية حاج قلت دي مؤسس دي عندها دي عندها كل حاجة في الغربية تاني جمعية المركزية تمام؟ بالغربية عندها خمس عنابر انتاج بيد مائدة بتنتج واحد وعشرين مليون بيضة في السنة وده متعددة الأهراض بتاعة أسمدة ومبيدات ويهي تقاوي عندها خمس عنابر تمام؟ لانتاج بيد المائدة بتنتج واحد وعشرين مليون بيضة مائدة في السنة طب العاملين في عزية الجامعات أو في عزية المشاريع فعلا بياخدوا مرتبات مجزية لأن حاج بتكلمني على مشاريع وطبا مشاريع بياخدوا مرتبات مجزئة ولدرجة الناسبة السبعة في المية اللي هي خاصة لأنهم طبعوا القطاع القانون إتناشر تمام وبيجي لهم كل سنة كذا فإحنا طبعا عشان بنعمله وبنعرضه وبطلع القرار خلنهم ننفذوا لغاية ما نقلق المهم أنا عايزي بني أدم يشتغل يبقى حافز فبالتالي ينتج ويشتغل هيا دي المورطة يعني مرتباتهم مجزئة وراضيين بيها وما فيش أي مشاكل في أي مشكلة ويوم ما تيجي أنا على تم استعداد يوم ما تيجي أي مشكلة عادي ممكن يبعت لسيادتك وتخطبني وأنا أشوفها وحلها طيب ده كلام الحقيقة يعني أول مرة مسؤول ألاقي يعني يتكلم ويقول أن العاملين على حساب جار الجمعيات مرتاحين في المشاريع أكثر في المشاريع آه يعني المشاريع الإنتاجية المشاريع الإنتاجية والدخل وبتاع فدي إيه لكن للأسف شديد الوضع في الإصلاح الزراعي مختلف يعني العاملين عساب جار الجمعيات إصلاح عندهم مشاكل لكن طبعا أنا بوحية حضرتك أنه فعلا ما جاتلناش فعلا شكاوي منهم يعني لا وانا على التام لو في أي شاك وانجيلي وأنا عبحثها وشف مع الجمعية ومع المحافظة طيب خليني بقى انتقل نقطة تانية باشمونت اسم محمد يعني الجمعية حاك شايف أن مجلس إدارتها لا يصلح أعمل المشاكل حضرك تعمل مع إيه هل عندك الصلاحية بحل مجلس الإدارة ولا لازم جمعية عمومية وسحب السقة يعني تعمل مع إيه في طريقتين أم تمام أولا في الدستور والقانون لا لا يمكن حل مجلس إدارة أو حل الجمعية اللي بحكم قضائي ده نقطة لكن سحاب القرار بدون حكم قضائي الجمعية العمومية لأن الجمعية العمومية هي أساساً لكوينة الجمعية طبعا ما هيش عايزة مجلس الإدارة بالظرر فالجمعية العمومية تسحب السقة تسحب السقة لمجلس الإدارة ده مش محتاج حكم قضاء طبعا ما الجمعية هم لأنه هم اللي بيختاروهم هم اللي يسحبوا السقة من يبقى الطريقين دول تمام أو هنا بقى الجهة الإدارة لو أعضاء مجلس إدارة سين لو خمسة مش معقول أكيد يعني الخمسة كلهم يعني أكيد فيه واحد أو اتنين هم اللي كذا والباقي كذا تمام ممكن يعمل تحقيق مع الفرد أو تاني اللي بيعطل العمل ويسقط عدوية ده بقى القانون سامع من اللي يعمل الجهة الإدارية اه تمام يقوم بالتحقيق مع عدو أو اتنين فيما لا يخل بالنصاب القانوني بالمجلس تمام وطالما عملت مع تحية وأثبت للإدارة أسقط عدوية وأصاعد غيره ونشط به مجلس الإدارة لكن كحل مجلس إدارة أو حل الجمعية لكن حكم قضايا أول بالجمعية العمومية هم أصحاب القرار أو هم السلطة العليا طبعا زي احنا ما بنقول في الرقابة ما قبل الرقابة من الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات عدو الجمعية العمومية عدو العدو الأول لأننا كعدو أول ما بخش لازم بمضي أننا موافق على النظام الداخل الجمعية والعدو التاني برضو بيمضي أنه موافق على النظام الداخل يعني حضرتك بالطالب أن عدو الجمعية العمومية بكون رقيبة على مجلس الإدارة تمام ورقب على عدو الثاني زميله وزميله رقب عليه ويشوفها الفعلة الجمعية بتمشي تبقى للنظم واللوايح اللي هو مضع عليه ولا لا بس هذا ما بيحصلش دي نقطة نقطة التانية مجلس الإدارة برضو رقيب على الجمعية برضو نفس وقت مو فيه رقابة داخلية غير رقابة الخارجية الرقابة الداخلية ده هو العدو ومجلس الإدارة والجامعية العمومية الرقابة الخارجية هي الجهة الإدارية والجهاز المركزي فإذا هنا أساس كل حاجة دس فيه رقابة تانية باش مانس محمد ده الضمير رقابة الإلهية ده حاجة لو كلنا ناخد بالنا من الرقابة دي محاجة هيعمل حاجة غلط أبدا خدوا بالك والوحد لو ضميره صاحي تمام عمره ما يعمل غلط تمام أنا يمكن باجي مع حضرتك وبتكلم بطلاقة لأن أنا ما فيش حاجة لنا لا خاف منها ولا إننا كذا وأي واحد عايز حاجة نطحته على فكر باش مانس محمد بأمانة شديدة جاي من مأمورية ولا محضر حاجة ولا عارف أنسأله والله ما عارف حاجة خالص بس اللي لني طبقا للقانون وما ليش دعوة بقى إذا القانون ده مواده مجردة تمام وأنا منوت بي تنفيذه معرفش أقول ده القانون ده حلو أو واحد لا ده أنا منوت بي تنفيذه لو حد عايز يغيره في قانوات تشريع يروح يغير القانون لكن أنا منوت بي تنفيذ القانون لحين ما يتاك يعني لما القانون مثلا في بعض الناس هنيجي مثلا وأسروها معي معلش يعني أتفضل ودي خاصة بالتعاونيات تمام اللي هي شروط عدوية مجلس الإدارة أنا كنت لسه هاز أرحاج فيها شروط العدوية والعدد القانوني لأعضاء مجلس الإدارة المفروض يبا كامل فالشروط العدوية من ضمن الاثناشة أرطاء اتعدل فيهم بندين أساسيين الدنيا قلب عليها فيه تمام أن يكون العدو أقضى الخدمة العسكرية واعفة منها طب وهي ده شرط مهم جدا تمام شرط التاني كان الإلمان بالقراءة والكتابة أن يجيد القراءة والكتابة والله هو لا يجيد يعني اسمح لباش من سمع بس قول نبي يا دكتور طب هو الفرق يعني أصلي الكلام ده كلام أكمل بس الجزئية الفرق بين الإلمام ويجيد لا الإمام إنه هو على الأقل يكتب اسم بس لا يجيد لا ده نسأل وجاوب وكتب وعمل لا وضعتها طب ما نطلب إنه يكون حاصل على مؤهل معين لا معلش إحنا المزارين برضو إحنا تمام فالنهار ده زي ما إحنا بنقول ده إحنا تكون لليشنا المعلومات وإحنا بنقول النهار ده يعني يعني حاجة بتعمل له اختبار بتعمل لمجلس إدارة المتقدم هو ده بقى خلاص بتعمل له اختبار عشان تتأكد إنه بيوجود القراءة والكتابة إن ما كانتش معه مؤهل لازم هيعتمل له اختبار عن طريق لجنة من مدير التربية والتعليم هي اللي هتقول لي ده نقطة لكن هاجل للنقطة التانية التعديلات دي ما طلعت جالي في آخر باند كده المشرع قال لي على أن يتم العمل بها في اليوم التالي لتاريخ نشر في الجريدة الرسمية يعني النهاردة ده طلع النهاردة يتنفس بكرة يتنفس بكرة طب طلع كله هاجل طب أنا انتخبت على دورة قبل كده بشروط الوقت التعديل أنا مالي ده قانون قانون وبيقول لي لابد من تنفيذه في اليوم التالي وعندي مادة في القانون يعني حتى على مجالس الإدارات اللي قائمة الموجودة اللي موجودة ليه؟ لأن في مادة في القانون المادة خمسين بتقول تسقط عدوية مجلس الإدارة من فقد شرط من شروط العدوية ما حددهاش بقى طب انت فقدتها الوقت خلاص تسقط فقدتها لشارل فقدتها لأنها ما قالش تسقط من فقدة بعد انتهاء الدورة قال تسقط تسقط من فقدة خلاص انت كده فقدت شرط محمد عبدالله فقد شرط الوقت من شروط العدوية خلاص فقدتها يبقى تسقط عدويتي تقاني قانون أنه ما أدرش يعني تسقط عدوية عدو مجلس الإدارة وينتم انتخاب عدو تاني ولا بيتم حل المجلس لو عدد كبير لو كان المجلس ده تم انتخابه بالانتخابات ما هو في بتاعهم يا دوبك اللي قدموا فازوا بالتسكية ما فيش حد مرشح ضده والنسبة والنسبة الأكبر وعشان كده أنا بقول نفسي في هذه الدورة القادمة أن تكون نسبة الانتخابات تفوق 80% فإذا كانت تمت بالانتخابات يتم تصعيد الأعلى صوتا بعد إن ما كانش بقى بالتسكية يتم انتخاب من العدو تمام عن طريق الانتخاب هي دي النقطة لكن لو كان هذا المجلس تمت بالانتخاب وفيه أفراد ياخدوا أعلى الأعلى صوتا فيه مجلس دارة قلت أنا عند النصاب القانوني مش هساعد ولا هنتخب وعند النصاب القانوني الغاية ما يكمل وخلص لأنه على حسب العدد تماما لو هو خمسة عند النصاب القانوني أربعة وثلاثة سيدي الجماعة المحلية لو هو خمس أفراد طب أربعة نصاب طانوني طب ياخد الصوت إزاي ده هم أربعة للجانب اللي فيه الرئيس هو اللي يجنب ياخد تماما هي دي النقطة لكن أقصى عدد لأعضاء مجلس دارة تسعة وعشرين تسعة وعشرين؟ لجماعة العامة لجماعة العامة لكن الجمعيات لا 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 ده خمسة وفيه تسعة وفيه خمستاشر يعني على حسب نبه يعني بتبقى لها علاقة بالمساحة الحد الأدنى لا الحد الأدنى خمسة حد الأدنى ده المفروض يبقى 11 تمام فيه مجلس تاني أنا نفسي ينزل أقل من النص بس أنا ما تطرقش أنا من يجدعوش لأنه مش اختصاصي طيب متى يتم تعيين مجلس إدارة؟ هل دي موجودة في القانون؟ بيتم تعيين مجلس الإدارة مؤقت مؤقت بمعرفة الاتحاد التعاوني في حالتين حالة إذا حل مجلس الإدارة إذا حل مجلس الإدارة يعني مجلس الإدارة طلع له قرار بالحل ومتى يتم حل مجلس إدارة؟ تمام وهلها أكتر من حاجة تمام؟ أنا متكلم فيه الحل دي احنا قلنا لها بحكم قضائي تمام؟ احنا قلناها خلاص أو بسحب السفر تمام؟ أو اسقطت عدوية او أكثر بما يخل بالنصاب القانوني للمجلس بما يخل يعني مثلا خمسة تم اسقط العضوية من ثلاثة خلاص بقى اتنين في الحالة دي خلاص أوكي يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت بشارت من اللي بيعينه؟ الإدارة المركزية حضرتك؟ مش الإدارة المركزية ولا المحافظ المفروض الجهة الإدارية ما نقول الله حضرتك؟ لا اللي بيتم التعيين عن طريق الاتحاد التعاون الزراعي تمام؟ بيتكمن الجهة الإدارية بتعيين بعض الأفراد وإرسالها للاتحاد التعاوني تختار منه مجلس الإدارة ليه؟ لأن الجهة الإدارية هالي بتعرف تمام؟ من تتوافر فيه شروط العدوية ليه؟ لأن مجلس الإدارة طبقا للمادة 53 اللي بيقوم بتعيينها بتعيينه مجلس الإدارة المؤقت على أن تتوافر فيه شروط عدوية مجلس الإدارة يعني أنا مش عشان أن أنا أعين مجلس إدارة مؤقت أن أي حد لا لازم الشخص اللي أنا هختاره تتوافر فيه فيه شروط العدوية اللي هي موجودة في المادة 46 تمام بس هو كل ما مهم في الأمر أنه هو جابه بالتعيين كمجلس إدارة مؤقت لكن لابد تتوافر فيه شروط العدوية في المادة 46 تمام طيب في بعض الإدارات مش مونس محمد زي الإدارة العامة للتوجيه والتعاون دي دورها إيه؟ الإدارة العامة للتوجيه والتعاون ده المنوط بها أساسا هي عملية أعمال النظم الداخلية عود التأسيس هي اللي بتراجع جميع النظم الداخلية للجمعيات أو اللوائع أو عود التأسيس قبل النشر في الجريدة الرسمية عشان لو نشر وحصل غلط بيضطر يعمل استدراك بالفلوس الجمعية في أول نشر في أول مرة بدون رسول لكن افرد نشر غلط يعمل استدراك وعشان يعمل استدراك فبيعملوا بالإيه؟ بالتمن تمام؟ فعشان كده بيرجعوا للإدارة المركزية لمراجعة جميع الجمعيات الأمامية الغير عادية اللي بيتم فيها تعديل النظم الداخلية تمام؟ بيتموا مراجعتها عن طريق الإدارة العامة للتوجيه والتعاون ده حاجة حاجة تانية فيها التسجيل جميع الجمعيات على مستوى الجمهورية جمعيات محلية نوعية مشتركة مركزية مسجلة في سجل بالإدارة المركزية للتعاون وزراع برقامها ولو ورقم الإشهار ورقم التسجيل ورقم النشر في الجريدة الرسمية ولو فيه تعديل في النظام الداخلي يتعدل إمتى وحصل إمتى وموجود في الإدارة المركزية الإدارة المركزية للتدريب إدارة التدريب موجودة تبع إدارة التدريب تبع الإدارة العامة للتوجيه والتعاون وهي اللي بتقوم بإرسال البرامي التي لابد من قيام المدريات بتدريب الأعضاء عليها لأنه إحنا بمررنا على الجمعيات وعلى الإدارات فبنشوف ومن السؤال بنعرف أعضاء مجلس الإدارة نحتاجين التدريب فيهم الجمعيات ما بنمر عليهم إيه السجلات اللي نقص إيه مدير الجماعة محتاج إيه كاتب أمين الخازنة كل الحاجات دي بيتم مدهم بهذا الوضع على أساس يتم أنا ما بينه وبين الإدارة المركزية للتدريب بروتوكول وبعدت لهم جميع الموضعات اللي يتم نشرها في البرنامج على مستوى الإدارة المركزية للتدريب بحيث لو يتم تدريب العاملين بالتعاون الزراعي إيه الموضعات المفروضة يتم التدريب عليها اللي يفيدهم في شغلهم تمام في عملية لأننا متابعة توجيه إشراف الرقابة في الآخر أنا واحد للعلم من الناس ما ببصش في الرقابة ألا في آخر حال لأننا طالما أشرفت ووجهت هتبقى متأكد تمام وتبعت يبقى لا في الرقابة يبقى كذا لكن أنا ما وجهتش وما أشرفتش وما تبعتش تنفيذ ونف الصح ولا لا طبعا حسبه إزاي ما كل الكلام الحاجة بتقوله ده باشمونس محمد محتاج خبرة عند أعضاء مجالس الإقجارة هل هم بيملكوا هذه الخبرة ولا المفروض يعني بيجتازوا دورات معينة عشان يوصلوا المرحلة دي احنا يمكن برضا أنا قلتها في مقترح القانون مهما سياتة بقى ما تقراه لابد من العدو عشان يعي يتعين أو يرشح نفسه في عدوية مجلسة لابد يكون اكتاز دورتين في التعاون اوه ده اوه ده كلام انا هتوضع في المقترح ده كلام جميع تمام يعني ففي حاجات الواحد ما هي من نتيجة الخبرة أنا بقى لي خمسة وتلاتين سنة في التعاون الزراعي تمام فالواحد بيجيب كل حاجة بما يفيد ويفيد المزارع وبالتالي الجماعية مهما هي دي النقطة الاساسية مهما لصلاحه انا لا اه لي وضع معين ولا انا عايز حاجة معينة لا انا من خبرتي قلت الحاجات دي لو ربنا سهل ان شاء الله وتم الاخذ بها والمشرع اخدها هتفيد المزارع وتفيد الجماعية دورات ده على الفكرة ده موضوع مهم جدا علشان اعضاء مجلس ادارة يكتسبوا الخبرة لان انا شايف من خلال الكلام حضرتك انه مجلس ادارة ده ده يعني المفروض مسؤول عن مؤسسة يعني مستلزمات انتاج وتسويق محاصيل وتوفير كل السلعة التي يحتاجها المزارع ده من خلال الخدمة الاجتماعية زي ما حضرتك قلت خدمات اجتماعية ويعمل مشروعات مؤسسة لازم يكون عنده خبرة كبيرة جدا في هذه المجالات ده انا قلتها تاب ومبروحة بيرك تمام يا اعضاء مجالس ادارات الجماعات انتو السلطة الجال ادارية ما الا هي جهة اشراف ومتابعة وتوجيه وتوجيه لكم تمام طالما اتخذت قرارك تبقى للقانون ما تخافش الجال ادارية دي ملاش دعو ده تساعدك للتنفيذ كمان تمام اذا لكن اا يعني حابش مهندس محمد فيه ملف مهم جدا هنتكلم عليه اللي هو ملف التأمين الصحي ما دوركو فيه هذا الملف لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظروا ارحب بحضراتكم ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين مجددا بعد هذا الفاصل ارحب ايضا بضيف وضيفكم في هذه الحلقة السيد المهندس محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي في وزارة الزراع برحب حاجب مهندس محمد مرة اخرى اهلا يعني خلينا بقى نتكلم على الملف المهم الحياة واللي يهم كل المزارعين في جميع المحافظات وهو التأمين الصحي دور التعاون الزراعي في توعيد المزارعين باهمية هذا الموضوع اولا اللي انا بناشد من خلال شاشتكم الموقرة على جميع اخواننا المزارعين التوجه لاقرب جمعية تعاونية زراعية لتسجيل اسمه والرقم القومي في التأمين الصحي انا كاخوكم حقيقة بقولكم هذا المشروع ممتاز لخدمتكم فعلا القيادة السياسية على عطقها هذا الملف فارجوكم واحنا حاليا فتحين المرحلة الثانية المرحلة الاولى تمت تم حصر ربعمية وخمسين او حوالي نصف مليون اولا المستهدف اتنين مليون مزارع تم حصر حوالي نصف مليون مزارع فقط تم تسلمهم من وزارة الصح وتم مراجعتهم مع وزارة التنمية الإدارية ومع التأمين الصحي طلعت الاسماء الصحيحة اللي تم اعتمادها تلتمية خمسة واربعين الف من نصف مليون من نصف مليون طب ازاي تب الخطأ اجي من ايه تماما انا اقول ليس اتنين في سبعين في اخطاء في الرقم القومة وفي الاسم طلبنا تعديله وفي حاجة واربعين وفي حاجة واربعين دول اسماء الرقم غير الاسم فدول استبادنا فقلنا في الاستكمالات مع التعديلات لا لا بعد ازن حالت بس عشان دي نقطة مهمة يعني برضو لازم نوضحها هو المزارع بيسجل اسمه ازاي اننا المفروض بروح للموظف في الجمعية وبديله بطاقتي وهو بيطلع على البطاقة فيها الاسم وفيها الرقم يعني ايه المشكلة يعني ازاي يبقى الاسم غير الرقم مش عارف تيجي ازاي لا الفكرة اللي حصلت تمام اما جالنا احنا جالنا كشفات معمولة على كمبيوتر اه تمام فممكن تكون نقل في الخطأ ايه بقى ده خطأ الموظف اه خطأ الموظف بقى خلينا نتكلم بسراحة مع اما جات الكشفات طلع تلتمية خمسة واربعين وتم اعتمدهم وجات كشفات بقى الاسماء معتمدة مختومة والارقام وراحة الصحة وحاليا انا بقول لكم ان شاء الله باذن الله عن قريب اوي سيتم اصدار بطاقات التأمين الصحي بس بناشد اخوانا المزارعية الذي تم اسمه بيوم راجعته انه يتواجه للجمعية طب هو يعرف ازاي باشوانس محمد لا ده كشفات تم اعتمدها من الجمعية جميع الاسماء الصحيحة لا انا كان مزارع هعرف ازاي ان اسمي وصل غلط الموظف كتبه غلط هعرف ازاي في الجمعية كل جمعية يعني حقاك بتناشد انا بالوقتي لا يعني المناجد دلوقتي الكل المزارعين اللي سجلوا اسمهم يروح يتأكد اذا كان اسمه كان صح ولا كان فيه غلط في كل الجمعية عدد مزارعين معروف في الجمعية التوانية الزراعية تمام بعتلي كشف سين بمئة اسم اسمه الرقم القومي تمام انا بعتلي قلتلي المئة اسم دول سبعين صحاح وعشرين الرقم القومي هو كان بعتهولي تلات ارقام بس ما بعتليش الرقم القومي بالكامل يكملهولي اما ده الاسم ده مش بتقع الرقم القومي ده لان ما باخد هذا الوضع ببديه للصحة ما بتاخدش به كده بتوديه اولا للتلمان الادرية بتشوف الاسمام طبعا طبعا وبعد كده بتروح للتأمين الصحي تشوف الناس دول مؤمنين عليهم صحيا ولا لا جايز متأمن عليه وعايز يعمل تأمين تاني تمام ما هو مش هينفع اه اه رقم تأميني فهي دي النقطة الاساسية بيتم فاللي تم صح اتعمل به كشف واعتمد وتختم الاسم بالرقم ده خلاص اوكي تمام المفروض يدفع المئة وعشرين جنيه الاشتراك السنوي اشتراك لمدة سنة وسيحصل على جميع الخدمات الصحية من وزارة الصح دي تحت تعليمات قيادات وزارة الصح ان المزارع سيحصل على جميع الخدمات الصحية من وزارة الصح فعليه التوجه لدفع وممكن هنا وانا اقوله مازال سؤال يا باشمانس محمد عشان دي نقطة مهمة جدا هل الجمعيات علاقة كشوف بالناس اللي اسميها صح وخلاص اعتمادتها وزارة الصح علشان يدفع المية وخمسين جنيه وكشوف اخرى مية وعشرين وكشوف اخرى بالاسماء اللي فيها خطأ انا بعت وكان عندي اجتماع الاسبوع الماضي لمديرين التعاون تمام على مستوى الجمهورية تمام اللي هو اسمه كان فيه خطأ او اللي عايز ما قدمش اسمه بنعمل مرحلة تانية موجودة لكن اللي اسمه وطبق وتم اعتماد الكشف من الجامعية وختم الجامعية واعتمد من وكيل الوزارة للاعلمة ختمت ده وراحت وزارة الصح تمام انه يدفع المية وعشرين جنيه لكن يا يا اخوانا يا جامعيات ممكن ما تاخدوش من المزارع المية وعشرين جنيه كل جامعية على حسب امكانياتها المادية ممكن تاخدهم منه على مرتين تاخدهم منه على تلاتة تاخدهم منه على اربعة حسب ما يتراءة للجامعية تمام وما نعيه ما نزدش الكاهل على المزارع لكن في النهاية المزارع يعني ممكن المية وعشرين جنيه على اقصاد على اقصاد برضو ما زال سؤالي مطروح بعد ازن حضرتك وانا متأكد انه اهلين المزارعين بيسألوا دلوقتي السؤال ده انا هعرف ازاي انا كمزارع هعرف ازاي ان اسمي خلاص اوكي مظبوط وتم اعتماده والمفروض هدفع المية وعشرين جنيه او اسمي في خطر هل هيتم تعليق كشوف في الجمعيات بهذه الاسماء او ايه اقولها يا بشر من هنا او من الشهر على جميع الجمعيات التعاونية الزراعية اللي راح لها كشف بالاسماء الصحيحة والاسماء القاطعة والاستكمال تمام انت علق هذه الكشوفات على باب الجمعية عشان المزارع اللي اتلاقى اسمه مطابق هيدفع الاشتراك اتلاقى اسمه مش مطابق هيقول ليه اصل الرقم يديله الرقم القومة او اتكر واللي ماسجلش يسجل اسمه واقول تاني عمال الزراع عمال الزراع وليس عامل الزراع اللي شغال في الغد فقط في انتاج حيواني مصرعة انتاج حيواني ما احنا عندنا الزراع اما انتاج نباتي او انتاج حيواني طالما لا تظلوا مظل التأمين صح طب نقطة تاني امرأة معيلة وازها توفى وقالة بتشتغل في الارض تروح تسجل اسمها طب راجل وزوجته والاثنين بيشتغلوا في الارض واحنا قلنا الراجل اللي عدوا في الجماعية طب هو عايز يعمل تأمين ساحة لزوجة تروح تسجل اسمها برقم القوم وتدفع الاشتراك المائة وعشرين ويبقى لها بطاعة خاصة بها لغاية ما ربنا يسهل نعرض ومجلس النواب بدل ما تبقى لشخص القانون طالع للمزارع لعمال الزراعة تبقى بعد كده للأسرة على فكرة على فكرة باشمهنتس محمد برضو النقطة دي مهمة العاملين في الجهاز الاداري للدولة التأمين على الموظف فقط صح؟ يعني مش على أسرته ولا أولاده تأمين على الموظف فقط لكن هنيجي نبص في الزراعة أنا وليه يا ابني شغال معايا في الغير ويهي سن رجل واحد وعشرين سنة يعمل بطاعة معامل في الزراعة طمام شغال في الزراعة وما تظلوش أي مظل التأمين صح تمام يسجل اسم ويدفع اشتراك لغيت ما برضو إن الدولة هتبص لهذه النقطة وفي تقريبا في خلال مجلس الوزراء في خلال قريب جدا اللي هو مشروع التأمين الصحي الشامل لا ما هو التأمين الصحي الشامل ده الحقيقة ده متبني وزير الصحة الحقيقة وهيبقى على مستوى الجمهورية بس ده على فكرة ده هيتم يا بشمونس محمد خلال عشر سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع مواطني مصر خلال عشر سنوات بس هيبدأ يعني من دلوقتي وفي بعض المحافظات بالتدريج كده لكن هيشمل جمهورية كلها في غضون العشر سنوات فانا بناشد اخوانا المزارعين من لم يتم تسجيل اسمه في نظام التأمين الصحي وللعلم تم معالي الوزير وافق على فتح حساب لهذه الاشتراكات بالادارة المركزية للتعاون الزراعي بالبنك الرئيسي للتنمية والاقتمان الزراعي وتفتح الحساب فعلا واحنا قلنا جميع الاشتراكات ونسبة الواحد ونص من ارباح الجمعيات التعاونية الزراعية يتم تجمعها في حساب خاص في الجمعية المركزية وهي اللي بتقوم بارسال شيك مجمع باسم مش الادارة المركزية اشتراكات التأمين الصحي على الفلاحين وهذا الشيك يكون مسحوب على بنك التنمية عشان تم الاتفاق مع رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الأستاذ عطية سالم تمام ان اي شيكات تيجي مسحوبة على بنك التنمية لم يتم خصم اي رسوم في تحصيلها اما الشيكات اللي هتيجي على حساب اي بنوك اخرى غير بنك التنمية سيتم خصم رسوم تحصيل وانا بقول وقلتها في الاجتماع وبقولها الوقت هو ان هذه الاشتراكات تكون مسحوبة على بنك التنمية سيتم ادارة بنك التنمية هيتم تحصيلها بلا اي رسوم طيب اي باش مونتس محمد انا مزارع روحتك دمعية لقيت اسمي ضمن الكشوف التي تم اعتمدها وروحت ادفع المية وعشرين جين هستلم البطاعة الصحية بتاعتي امتى وانتفع بالتأمين الصحي امتى لان ايدي برضو نقطة مهمة واكيد هتجلنا تساؤلات ويبدأ المزارعين يسألوا احنا دفعنا الفلوس فين الخدمة ده مهمة كان يوم بالصبت يوم الحد لحد الماضي لحد الماضي ده كان عندي مندوب هيئة التأمين الصحي بياخد جميع الاعداد معتمدة تمام على اساس انه هو هيبدأ يقول لكل محافظة هيكون طبع البطاعة بتاعتها قد ايه ده كان يوم الحد فان شاء الله باذن الله انا في المكتب اتصل بيه واخد معادة عشان مش هقدر اقول لك استلام البطاعة لان انا قلت له هتجيب للبطاعة لدرجة اللي انا قلت له هتل البطاعة عشان اديها الجمعيات وكل مزارع يسلم بطاعة ويدفع المية وعشرين جنيه قال لي هعرض هزي الفكرة على الهيئة العامة للتأمين الصحي يا ريحك تبقى توافينا باخر الاخبار واحنا نعلنها من خلال برنامج برضو لأهلين المزارعين بس هو الحقيقة فيه برضو مشكلة وعطاك المشكلة دي تخص وزارة الصحة طبعا ما تخصش وزارة الزراع وهي وجود المستشفيات الجهزة لهذا المشروع لان انا ممكن اكون انا مزارع في قرية او في نجع بعيد يعني في مكان يبعد عن المستشفى المركزي وحاك عارف مسافات بالزاد اهلنا في الصعيد ممكن مثلا 30-40 كيلو ابعد عن المستشفى هل الكلام ده منطقي ولا انا المفروض اتمتع بخدمة صحية لائقة ميسرة وبسيطة لكن انا عشان اتعالج في مستشفى مركزي ولازم اروح المركز وممكن المركز ده يبعد عن القرية اللي انا فيها 20-30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو كمان وعشان اتعالج وممكن تكون حالة مستعجلة طب ايه الحالة وانا عارف الموضوع ده يخص وزارة الصحة بس احنا عاوزين المنظومة تكون متكاملة بس انا فعلت ما يبقاش فيها سلبيات او قبل بعد ازن حالك بدون اعطي كلامك قبل ما اقر منظومة معينة اكون جاهز لها يعني مستشفياتي كوزارة الصحة جاهزة وموجودة وقريبة من القرى بحيث يبقى سهل جدا الفلاحي وصلها بحيث لما اقول له انا بأمين عليك فعلا يحس ان فيه فعلا خدمة هو فعلا كان باجتماعاتها مع الدكتورة هالة ماسد ودى الرئيس قطاع وزارة الصحة والمسؤول عن هذا المشروع ان هي فعلا بناء على هذا الاساس وبناء على الارقام القومية ومتبعيتها وبتاع انها عايزة تربط مع اقرب مستشفيات للمواطنين عشان ما يحصلش نوع من التعب والمسافات البعيدة فهم هيربطوا المواطنين باقرب مستشفى تمام يتم تقديم الخدمة الصحية فيها لكن مقدارش افيد اكتر ما انا عارف انا بقول لحضرتك الموضوع ده يخص وزارة الصحة وطبعا احنا عارفين ان فعلا المستشفيات المركزية اللي فيها الاقسام وتكون جاهزة لاستقبال حالاته وعلاج اهلنا المزارعين بتبقى في المراكز المراكز الكبيرة لكن انا بناشد برضو لان سيدة الرئيس عفتاح السيد مهتمة اوي بملف الصحة مهتمة اوي بملف الصحة فاحنا النهاردة نسارع بالاشتراك لان النهاردة حتى لو الخدمة خمسين ستين لكن هتوصل لسبعين وتمانين ومية في المية تمام فنستفيد النهاردة ونشترك فيها يا فاند من اهم الملفات اللي طالب بيها السيد الرئيس عفتاح السيسي مجلس النواب الاهتمام بيها الصحة والتعليم والشباب الصحة والتعليم والشباب يعني اهتموا بدوري طيب دوركم بقى في التوعية طبعا حالك من خلال البرنامج بتوعي انا من خلال البرنامج اهو وده دورنا في سوهاج وكنت مجتمع مع عدام مجالس ادارة الجامعية المركزية والمشتركات والادارات برضو وجهتي بهذا الوقت في البحيرة في وجهتي لهذا الوقت في اجتماعاتي مع مؤسسادة مديرين التعاون اللي عمل ندوات ودورات تدريبية لي ارشاد الناس بهذا الوضع وفايدة هذا المشروع اه للجمعيات المركزية اللي عندها بند التدريب بتوعية اعضاءها ومزرعينها للاهتمام بهذا الوضع كمان وعينا المديرين التعاون ان يساعدوا الجمعيات ان هو يتم التوعية والنشر عن طريق المساجد النوادي الكنائس ويتم مراكز الشباب الوحدات الصحية كل الامات لان هذا لمصلحة المزارع لمصلحة المزارع وانا بنشده من خلال هذه الشاشة الموقرة تمان الاسراع بتسجيل اساميهم في هذا المشروع طيب ما فيش فكرة بشمانس محمد انه الارشاد الزراعي يعني يدخل معاكم في التوعية بالنسبة لهذا الموضوع يعني بقى فيه تعاون بينكم بين الارشاد الزراعي لانا حكي عارف الارشاد الزراعي بيعمل ندوات مختلفة يا دكتور حمد احنا ادارة مركزية تعاون ادارة مركزية للارشاد ادارة مركزية ايا كان كلنا اساسا لخدمة المزارع تمام وطالما المزارع دي من ضمن الخدمات اللي احنا بنقضيها له فما الارشاد برضو يوقع المزارعين للاشتراك فيه منظومة التأمين الصحي فدي برضو خدمة المزارع تمام انا اضيف لحضرتك حاجة مهمة وحاجة برضو اعتقد ممكن تأيدني فيها الحملات القومية المحاصيل المختلفة وعلى سبيل المثال الحملة القومية لنقضي بمحصول الامح اللي احنا اللي ده وقت وطبعا احنا اتكلمنا عن ملف الامح والقراء يعني كان موضوع مهم جدا الحملات القومية تتبنى هذا الكلام لان احنا يعني عارف انه كحملات قومية بنقعد مع المزارعين في مختلف المحافظات برضو يبقى فيه تعليمات للحملات القومية انه يا جماعة وعو المزارعين بموضوع التأمين الصحي ايه رأي حضرتك ده انا موضع على كده ده اديك واس ده انا عايز لا ده انا عاوز بقى انا عاوز بعد ازنا حقا كتابة عشان يبقى كلام موسق يعني حضرتك الاتصال او منشور للرئيس الحملة القومية الدكتور اسعد حمادة انه يريد يبقى ده يعمم على جميع فرع الحملات القومية المحصول الامح في جميع المحافظات ده انا عايزها اكتر على ايه ايه الادارة المركزية للمكافحة ام تمام انه ما هو احنا عشان المبيدات الحملة القومية بتعود مع المكافحة ومع الانشهاد ومع كل وعشان تيه بتعود المبيدات ويحافظها لصحة المزارعين ويناشد المزارعين بهذا الوضع يعني برضو نفس الوضع بنفس اللي ايه يعني هك ممكن يبقى فيه اتصال بين حملة منشور رسم ان شاء الله بعت من حضرتك لاهمية هذا الموضوع لان احنا عاوزين الموضوع ده فعلا زي ما حك قلت القادة السياسية بتنادي به ومهتمة به بس عن طريق احنا نتحرك بس عن طريق حضرتكم المزارع هستجيب اكتر ما فيش شك احنا من التكلم المزارع ما بيجي عن طريق جاه ادريا بحس ان الحكومة دي لكن الاعلام اللي هو صوته اللي هو بيدور على مصالحه اللي هو بيقهدف اساسا لخدمته اما هتيجي منه هتكون اساسا تمام هيستجيب لهذا الوضع فبس تأذنكم كده تمام سرعة ايه اه زهاب المزارعين وتسجيل السميهم على في كشوف او في نظام ممكن دية ان شاء الله تبقى على شريط الاخبار يعني ناخد رأي دارة القناة في هذا الموضوع لان احنا احنا قناة مصر الازرعية احنا هدفنا خدمة المزارع احنا ملناش يعني انتو همينا الاول والاخير يعني وده دورنا من اجلكم من اجل مصلحة هذا الوطن اه يعني في تصورك ممكن امتى يتم تنفيذ هذا المشروع لأ خلاص مش هيمتي تنفيذ احنا الوقتي بقى خلاص في عملية استخراج البطاقة البطاقة الصحية دي هي هي هكت استلمها امتى امتى من اقولت لحضرتك انا هيتم الاتصال بالهيئة العامة لتامين سال لان اخد مني البيان النهائي بتوء ال 345 انا بناشد اخواننا المزارعين اللي ما سجلش سجل في المرحلة التانية لكن ال 345 الف ودول على مستوى المحافظات كلها تمام دول مرحلة اولى وهيتم عمل بطاقة ليهم فعلا وبيتم عمل بطاقة ليهم فعلا وانا هيتم الاتصال فعلا وهتصل بحضرتك وههرفك البطاقة هتطلق امتى هبالله حضرتك تمام يا محن فعلا نبلغ عائلنا المزارعين مفيش شكة باشوانتس محمد الحقيقة حلقة كلها ايجابيات وكلها اخبار مباشرة واخبار صر لكن خليني بقى اتكلم يعني حضرتك مسؤول عن الادارة المركزية للتعاون الزراعي ايه السلبيات اللي حضرتك شايف وازاي تتعالج وطبعا من خلال يعني خبرة سيادتك الطويلة ومن خلال مرورك على الجمعيات المختلفة في جميع المحافظات عاوزين كده بمنتهى الامانة لان احنا مش ممكن هنتقدم ابدا غير لما نتكلم بصراحة عن سلبيات ونبرزها علشان نعليج فأولا تمام احنا النهاردة بنقول تعداد عدد العاملين تمام بالجهاز الحكومي سبع مليون طب انا كما كنت موظف سنة واحد وتمانين هاردة الفين وستاشا بقى لخمسة وتلاتين سنة كانت الهيئة العامة للتعاون الزراعي دي ما شاء الله مش فاكر العدد كان علافات النهاردة الادارة المركزية مية وخمسين فرد المفروض المية وخمسين فرد حالك تكلمني على ادارة مركزية ادارة مركزية مية وخمسين فرد مية وخمسين فرد بكل الهيئات التابعة لها من التلات ادارات العامة وكل ادارة عامة تحتها تلات اربع ادارات تمام عايزين نمر بهذا العدد تمام على السبعة وعشرين محافظة تمام في متابعات اذا كان قانون جماعيات سرعة حيوانية جماعيات محاصيل متابعة عملية تعاونية كذا على هذا الوقت لكن بنقوم انا كان عندي لجان بالتم وراحت حوالي ست محافظات لعمل ششن على كشوف الحصر بغض النظر اذا كان الموضوع اللي هو حصر الششن حصر لان انا برضو بنراجع اللي بيقوموا بعملية الحصر الفعلي لزراطة لان انا عايز اعرف كم برضو مساحة الامح اللي تزرعت قدية وعازي اتأكد من الحصر ده فنزلت وبتعمل متابعات للمحافظات لمتابعة الجماعيات تمام طبعا على اساس القرار السابق اه بس بس ده شغل برضو انا بغض النظر ده شغل ان انا لازم احنا نزلنا اعملنا متابعات على متضرر السيول تمام ده دوركو ايضا لازم اروح هو بيتم وراح اشوف ده فلان فلاني اللي اسمه كذا اللي حياسته كذا اللي تم في الحصر ان هو مساحته اللي اتضررت كذا طب هو في سجل اتنين خدمات مساحته قد ايه لازم اراجع ده كله طمام او ما برجعش الجمهورية لكن بناخد ششن بيعتبر بالنسبة لنا نقطة مضيئة بيتبان قدامنا كده كنقطة هل الحصر اللي تم ده الوضع سليم ولا لا ولا 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 لان ده من الدولة بتم عليه صرف فلوس زي ما بنتبع الاسمه ده احنا بنتبع الاسمه ده على المستوى الجمهورية تمام بنشوف هل بيتم الصرف تبقى للضوابط والتعليمات والمقررات ولا لا هل المستحق اللي بياخد ولا لا هل صحب الارض اللي هو ساب الارض ومأجرها وقاعد في القاهرة هنا تمام والتاني المستأجر مش عارف ياخد السمات ده بيصرف ازاي ولا كل الكلام ده بنتبعه والحمد لله بقدر الامكان هقول الكمال لله سبحانه وتعالى تمام طالما ان انا ابدا عملي في حدود السبعين الخمسة بما هو متاح لدي من امكانيات ان عندنا عربيتين عربية تمشي وعربية انا عربية عطلانة يا دوبك ها بتحرك وعربية فهي يا دي لان طبعا هنقول انا ما بشركيش مش فكرة شكوة قدرات او وضع الدولة الحالي والوضع الاقتصادي الحالي ومش عارف ايه ما هو سامح ان اعنا عمل كذا بقدر ما هو متاح لدي من موارد مالية وبشرية ومادية بقوم باقدر باكبر قدر ممكن من العمل يعني حاج بتوعاني دي مشكلة دي مشكلة مهمة جدا ورئيسية من قلة عدد العاملين في الادارة المركزية للتعاون الزرعي وانا اعتقد ان 150 فرد في الادارة بالكامل وبعدين دي تلك تربحهم اداري ما لهمش دعوة بالظبط مش ممكن يسمح بالرقابة على جميع تقول الاصيف والحسابات والمرتبات ومش عارف ايه دول ما لهمش دعوة اما انطلع دول منهم دول عملهم مركزي تمام مركزي اما طلع دول منهم مش هيبقى عندي مثلا 70 80 واحد دي مشكلة دي مشكلة دي مشكلة فعلا مشكلة باسية طيب سلبيات اخر بس دي اعتقد سلبية يعني اعتقد برضو حك مالكش الدور فيها يعني او مش مسؤول عنها لانه طبعا دي السياسة وتعينات وكده يعني الدورات التدريبية وعشان كده انا بناش ان تكون الدورات التدريبية في العمل بتاع المفاتر لان انا مراش دورة بمعنى يعني انا مثلا عندنا دورات تدريبية في الحاسب الالي دورات تدريبية في الانجليزي بعدين نبص المخبوزات ومش عارف ايه وقا وقا لا انا عايز دورات تدريبية في المراجعة على الجمعيات وانا يمكن خطيبة الادارة المركزية للتدريب هذه المواضيع اللي ممكن تمام نتشارك فيها ان يتم تدريب العاملين بالجهاز الادارة بالتعاونيات او مديرات الزراعة عشان ما ينزل الجمعية هو راح يرجع ايه تمام ما هو المراجع ده او المفاتش التعاون هو راح يعمل ايه تمام لازم يعرف ايه هي الجمعية ايه هو قانون التعاون ما هو ما كانش يعرف قانون التعاون يبقى هيروح يرجعها ازاي هيتعامل مع مجلس الادارة ازاي هل هو يقدر يخاطب مدير الجمعية ولا امين المخزن ولا كذا ما هو ما كانش يعرف ان الجهاز العامل بالجمعية ده اللي بيشغله وبيديره أعضاء مجلس الإدارة لكن هو بيتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة كل الحاجات دي لابد أن العاملين يتضربوا عليها على أساس ما ينزل الجماعية يبقى امتبعته وتوجيهه صح للجماعيات التعاونية الزراعية يبقى لازم يكون فيه يعني تعاون وصيق بين حضرتك وبين الإدارة المركزية نقطة تانية أعضاء مجالس الإدارة التعاون الوعي التعاوني هو تم انتخابه ليه وعشان يعمل ايه ايه المفروض الجماعية العمومية انتخابيته ليه تمام هي دي برضه وبعدين نقطة ان يكون بقى أكتر من 80% تسكيع لا سين انتخابات ده انتخاب دي التعاون حركة تعاونيه ديمقراطية حرة يعني بانتخابات وكل ما كان فيه تنافس تم الانتخاب العناصر الأصلح كل ده ما كان في مصلحة المزار صح ولا لا الحياة بشموندس محمد أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وبهذه الايجابيات والاخبار السارة وسعيدة لحضرتك ارادتها خلال الحلقة يعني اه ولكن الوقت الاسف انا يعني كان فيه نقاط تانية كنت تعاوز اتكلم فيها لكن الوقت الاسف انت سريعا مع حضرتك في نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين لا يسعني الا نتقدم بجزيلي شكرا لسائل المهندس محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعي بشكر حك جدا أنا بشكرك يا دكتور حامد وبشكر السادة العاملين بالقناة جميعا وهما خلف الكاميرات وحقيقة انا مفسوط النهاردة الهدف انا جيت من بره بره معرفش حاجة فاتكلمت بطلاقة ما فيش تحفظات لحاجة لا اكيد قلت كل حاجة واتمنى واي واحد وبرنامجنا كده على طول لا الحمد لله يعني فأنا تحت أمركم وأنا تحت أمر المزارع لأننا في هذه الوزارة لخدمته منشكرك جدا شكرا لكم أعزائي المشاهدين على الكرم المتابعة والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره اللهم أمين إلى أن ألقاكم في حلقة الغد بمشاية الله لكم مني حامد عبدالدايم أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى